اشتركوا في القناة لماذا هذه الدولة جوازها جواز السفر أقصد يعني محترم في التصنيفات العالمية هو في أعلى التصنيفات ولماذا هذه الدولة في أدنى التصنيفات وجواز السفر مالها غير محترم ويعاني المواطني الذين يحملونه في مطارات كل العالم في مطارات كل الدول البعض يقول أن هذه الدولة لأنها تشكر قوة عسكرية الآخر يقول لأنها تشكر قوة اقتصادية وصناعية وكل هذه التفسيرات غير صحيحة لأن هناك دول كثيرة في العالم جوازاتها من أقوى الجوازات لا تمتلك حتى الجيوش ولا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة قدراتها الاقتصادية بسيطة لكن جوازها من أفضل الجوازات بالدنيا لماذا؟ لأنها لديها بناء ومشروع وإنجاز من أجمل ما يمكن بلدان لديها حكومات تحافظ على بلدانها لديها بلد مستقر آمن مؤمن جميل مرتب فيه كل مكونات أو كل إمكانيات وكل معايير العيش الآمن والسليم هذا هو الوضع ولديها علاقات طيبة مع الجميع وتستطيع أن تكون عامل إيجابي في كل العالم هذه الدول وجوازاتها محترمة أنا أتحدث عن ذلك لأن المؤشر العالمي هذا اللي يعطي تصنيفات لجوازات السفر للدول هذه في أعلى القائمة هذه جيدة وهذه سيئة أرضر خلال اليومين الماضيين يعني تقريرها للربع الثالث للعام الحالي 2023 عن وضعية أو قيمة جوازات السفر لكل البلدان تحدث عن 103 بلد العراق في المرتبة 102 103 بلد العراق في المرتبة 102 بعد فقط أفغانستان من أسوأ جوازات الدنيا والأسوأ عربيا يعني أسوأ جواز وأضعفها في العالم يحملها العراقي عربيا هو الأضعف وعالميا هو ما قبل الأخير الأخير أفغانستان وقبل العراق قبل يمكن سوريا وما أعرف منه هل يعقل هذا؟ هذا يعقل جدا لأن التجربة هذه من 20 سنة لحد الآن تجربة ضائسة لا منجز في العراق لا حكومة تحترم الشعب العراقي وتجد له فرص الحياة الجميلة لكي يراها العالم يراها بعيون جميلة بعيون تعجب حتى حسد يحسدنا عليها الفقر في أعلى حالات 13 مليون عراقي يأكلون من تحت تحت خط الفقر يأكلون من المزابر البطالة في أعلى حالات نحن البلد الرابع عالميا في عدد العاطلين عن العمل خراب ودمار وفساد من أعلى البلدان فسادة من بين الدول الخمسة الأكثر فساد في العالم الأمن غير مفقود خطف قتل ذبح كهرباء غير متوفرة خدمات غير متوفرة مستشفات غير متوفرة هذا كل المجتمع ملتبس هناك صراعات عشائرية وصراعات لا تعرف ميليشيات مسيطرة على الكل هذا كل ينعكس على طبيعة جوازك لذلك نحن في مطارات العالم نحسد الآخرين عندما نرى يعني مرون باحترام ويأخذهم تحية لكن الجواز العراقي يقولون أنه يقف على صفة من يعني لماذا يعني العراق بهذا يعني الآن عندما أقرح هذا التصنيف أجد أنه العراق الجواز العراقي يقدر يدخل بس فقط أثمن دول بدون 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 فيزا بدون تأشيرة وهذه الدول إيران ماليزيا جزر كوك لا أعرف أين هي دومينيكا زامبيا سورينام ميكرونيسيا هاي ما عرف وين وهايتي هذي الدول الثمانية بينما الدول الآن تتباهى في أنه عدد الدول يدخلها 130 ما عرف إيش قل دولة وكل ما وكثير من عثهم يقولون الجواز يدخل كل دول العالم بدون تأشيرة بالمطار يطمقوا لأن يحترمون هذا الجواز يحترمون الدولة وهذا الجواز جزء من شخصية الدولة جزء من شخصية البلد من هوية البلد لكن مو قضية ما يزور ورقة نايلون ورقة مدري شنو وهذا بفسفورة مو هذه القضية القضية لها علاقة باحترام لهذه الوثيقة وهذه تشمل وثيقة الدراسة أي وثيقة أخرى كلها ما يصدقون بها لأنه ما محترم لأنه شكل الدولة هذا عشرين سنة هذا لذلك عندما الناس يعني يسألون ما الذي جعل العراق هكذا الذي جعله هذا الوضع السيء هذا طبيعة هذا الحكم من عام 2003 لحد عشرين سنة من الخراب والدمار والفساد والادعاءات والوهن والارتهان للخارج ومطية للخارج واقتصاد مهلهل وفساد وخراب ودمار لا يحترم شعبه هذا توصل إلى هذه النتيجة توصل إلى أنه جوازه هذه قيمته وهذا يزعج كل عراقي لأنه هذا ينال من كرامة كل عراقي ينال من هيبة خيبة البلد من احترام الناس لهذا البلد قضية لا تتعلق وأن نطبع هذا الجواز بلمانيا بأمريكا بفرنسا بريطانيا بمطابع عالمية ما لعلاقة أطبعها بمطابع ما أعرف وين بسوق حنون أطبعها بس البلد بتطور بنهضة باحترام للبشر باحترام بتوفير لخدمات للبشر بشوارع نظيفة باحترام لتراثة باحترام لآثارة باحترام لشعبه لزراعته لصناعته ببناء باعمار باحترام للآخرين نموذج ابني نموذج جميل وجوازك يكون من أجمل ما يمكن ويصعد بالمراتب ويوصل إلى المراتب العليا هذا هو الصحيح أما متحدثوا باهم ليش الجواز يقول لك لا مو دعنا نطبعها بلمانيا نحن دعنا نطبعها ما عرف وين هي القضية ليست هذه القضية القضية في طبيعة الحكم وطبيعة إنجازة ما الأسف الشديد أن يصل الجواز العراقي وجزء من هوية البلد وجزء من هوية الناس إلى هذا المستوى وقت هذه الحلقة قد انتهت أعزائي المشاهدين بترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة